أطلع بره كرة القدم وقولكوا أن الأهلي الأول اللي هو للناس يعني للبعض طبعاً هم معروفين أهو واحد اتنين ثلاثة كده بيطلعوا يبضلوا يعملوا كده هم دول بيطلعوا يتكلموا في هذا الأمر فقط أنا بقولكوا أن الأهلي الأول تقريباً في كل الألعاب يا عم إسلام أنت بتقول أي كلام؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني الأهلي الأول في كرة القدم الأهلي الأول في كرة القدم أنا مش هقول حاجة جماعة أنا دايماً متعود مع جمهور النادي الأهلي إن أنا أوريكم بالأرقام الأهلي الأول في الترتيب العام حتى الآن يعني قربنا من نهاية الدور الأول عشان كده أنا أقولت أوري لحضراتكم نتائج دور كل الأمور طيب الأهلي في المركز الأول هون 37 نقطة ده في كرة القدم أما فيوتشر فهو في المركز الثاني فالق 6 نقاط بيرامدز النهاردة كسب سموحة 2-1 وأصبح في المركز الثالث ثم المقاولون العرب في المركز الرابع ثم نادي الزمالك في المركز الخامس بـ 26 نقطة والانتحاد السكندري في المركز السادس بـ 25 نقطة وغزل المحلة في المركز السابع بـ 25 نقطة طيب ده في كرة القدم صح؟ طيب الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أن النادي الأهلي حتى الآن حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم هو متصدر ترتيب الترتيب العام في كرة السلة رجال وفي كرة السلة سيدات يبقى احنا في كرة القدم في كرة السلة رجال في كرة السلة سيدات ده جدول ترتيب دور السوبر بعد انتهاء الجولة التامنة اللي هو سلة اللي هو سلة رجال خلاص؟ مش من عند إسلام ولا من النادي الأهلي ولكن ده من الاتحاد الحاجات دي بتطلع من الاتحاد الأهلي في المركز الأول لعب تمانية والاتحاد في المركز التاني لعب تمانية الزمالك في المركز التالي تلعب تمانية برضو الأهلي ستاشر الاتحاد خمستاشر الزمالك تلاتاشر نقطة إذن الأهلي الأول ومتصدر ترتيب العام في دور السوبر رجال بعد انتهاء الجولة التامنة طب كرة السلة سيدات يال مش إسلام اللي بيقول الجدول اللي بيقول ترتيب دور السوبر سيدات بعد انتهاء الجولة السات اللي هي آخر جولة تلعبت الأهلي في المركز الأول 12 نقطة سبورتينج في المركز التاني 12 نقطة الجزيرة في المركز التالت 10 نقاط والبقية بعد كده بنك الأهلي في المركز السابع والزمالك في المركز التامن إذن الأهلي متصدر رجال السلة وسيدات السلة خلاص يبقى كده طيب نروح للكرة الطائرة طيب الكرة الطائرة رجال مش من عند إسلام برضو أهو ده حضرتك الدوري الممتاز رجال الموسم رياضي 21-22 ده كان بعد الأسبوع التالت ولكن احنا دلوقتي لعبنا ستة أسابيع على ما أتذكر صح؟ صح يا شباب ولا أو جولتين كمان على دول وكسبناهم الحمد لله طيب إذن جدول ترتيب الممتاز ألف رجال الدور قبل النهائي بعد الجولة التالت الأهلي في المركز الأول الزمالك في المركز التاني سموحة في المركز التالت وبيتروجيت في المركز الرابع وهكذا الجيش الاتحاد الطيران سبورتينج دول ده دوري الكرة الطائرة رجال طيب وفي الكرة الطائرة سيدات متصدير مجموعتنا ومحتكرين كل البطولات على مرة التاريخ بالمناسبة مش دلوقتي بس طيب المصنف الأول العالميا في الوسكواش هو مين؟ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إذن إنت الأول تقريبا في كل البطولات باستثناء كرة اليد أنا بتكلم أهو أهو وصريحة وبصارح وخلي بال حضراتكم إحنا بندعم وبنسعى للتطوير وبنجيب أفضل مدربين ممشوش معنا بنمشي ونجيب غيرهم وهكذا كابتل خالد العوضي مع نائب رئيس النادي الأستاذ العامري فاروق الأستاذ خالد مرتجي وطبعا ومعاهم الكابتل خطيب مجلس الإدارة بالكامل يعني موجودينه ويعني مش عايزة أقول لحضراتكم إيديهم في كل الملفات إزاي خلال هذه الفترة وعمرك ما هتشوف حد يقول لك أنا عملته ولا حطولي صورة في المدرجات ولا الكلام اللي حضراتكم ما عندناش إحنا الكلام إحنا يعني الناس دي بتشتغل ولا بتاخد حاجة ولا بتعمل حاجة ولا جمهورنا بيقدرهم لما بيشوفهم وبتصور معاهم واحد وبيلون بشكركم على شغلكم لما تيجي تسمع كلام كابتل خطيب ولا الأستاذ العامري فاروق ولا المهندس خالد مرتجي بيقول لك يا جماعة النادي اللي بيعمل الاسم النادي الأهلي هو اللي بيعملنا وهو اللي بيعمل لنا هذا الكلام هي دي جينات النادي الأهلي أو هي دي الجينات اللي بينتمي لأي حد بينتمي للنادي الأهلي هدفه فقط المركز الأول في كل الألعاب كرة قدم سلة طايرة سكواش أنا ما حبيتش إن أنا جيب لحضراتكم بقية الألعاب عشان ما تشغلوش دماغك أكتر من كده لكن قطاعات الناشئين الحمد لله الأمور زي ما حضراتكم عارفين كل الدوريات هو باستثناء الهاندبول والهاندبول قريبا جدا إن شاء الله هتشوفوا إن إحنا عندنا فريق مستقبل أنا بحب الهاندبول جدا فامتابع كل حركة بتتعامل عندنا فريق مستقبل واعد جدا جدا وحتقولوا برضو إسلام قال بس يعني كله في وقته طول ما النادي الأهلي بيلاقي أجواء صحية للمنافسة وعدالة تحكمية في كل الألعاب أي لعبة هتلاقي دايما بينافس على المركز الأول هو ده النادي الأهلي وهي دي جينات النادي الأهلي واللي حضراتكم شايفينه ده أو الجداول اللي حضراتكم شايفينها دي اندلت فهي بتدل على أن هناك فكر بيتم تطبيقه من مجلس الإدارة الحالي خده من مجلس الإدارة اللي قبله خده من مجلس الإدارة اللي قبله من 1907 بقى حرجعلك من 1907 وحتى الآن هي هي في النهاية ايه الجينات وزي ما حضراتكم عارفين محدش فينا بيغلط في تاريخ تأسيس النادي الاهلي اللي هو 1907 يعني محدش بيغلط في تاريخ تأسيس ناديه اللي هو بيحبه لكن عموما هي دي الأمور اللي أنا كنت عايز بس أوريها لحضراتكم قد إيه الناس بتكتهد عندنا مجلس إدارة بيكتهد في كل شيء